بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كيف حالكم أيها الصف السابع؟ أتمنى أن تكونوا بخير بعد حل أسئلة الفهم والاستيعاب نوصلنا إلى التطبيقات اللغوية أو القواعد ودرس القواعد لهذا اليوم هو الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول إذن افتحوا مع الدفتر افتحوا مع الكتاب افتح العقول أيضا امسكوا القلم جيدا وابدأوا معي أريد أن تركزوا في البداية من ثم سوف أقول لكم ما يجب عليكم كتابته وما يجب عليكم حل في البداية دعونا نتذكر أولا بعض القواعد والتعريفات السابقة ما هو الفعل؟ الفعل هو ما دل على عمل معين في زمن محدد ويتنقسم الأفعال حسب الأزمنة التي تحدث فيها إلى فعل ماضي مضارع وأمر إذا حدث الفعل في الماضي نقول فعل ماضي مثل لعبة، أكل، شريبة وإذا كان في المضارع نقول فعل مضارع يلعب، يأكل، يشرب وإذا كان أمر أن يأمرك شخص أن تفعل هذا الفعل فهو فعل أمر مثل أن أقول لك أكتب، أدرس، أرسل، وهكذا ما هو الفاعل؟ الفاعل اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل عندما أقول لعبة أحمد بالكرة، من الذي لعب بالكرة؟ أحمد الشخص الذي يقوم بفعل الفعل نسميه الفاعل هذه الأمور أريد أن تكونوا قد تذكرتموها جيداً فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الفلاحو ما هو أعراب الفلاحو؟ هو الشخص الذي قام بزراعة الأرض، إذن هو الفاعل فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الجملة الثانية شاهد طارق غيمة شاهد فعل ماضي مبني على الفتح طارق من الذي شاهد الغيمة؟ طارق إذن طارق فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الفعل المبني للمفعول هو الفعل الذي يذكر فاعله إذن الجملة التي نجد أن الفاعل قد ذكره بجانب الفعل أو فاعل الفعل قد ذكره يعني موجود في الجملة نسميه الفعل المبني للمعلوم دعونا نأخذ الأمثلة التالية سجل اللاعب الهدف سجل الفعل من الذي قام بالفعل؟ اللاعب إذن الفعل مبني للمعلوم لأن الفاعل موجود مفهوم؟ نأخذ الجملة بعدها زرع الفلاح والحقلة زرع فعل ماضي من الذي زرع الحقل؟ الفلاح وهو الفاعل إذن الفعل مبني للمعلوم لأن الفاعل موجود الآن نريد أن نأخذ الفعل المبني للمجهول زرع الفلاح الحقلة هذا فعل مبني للمعلوم لأن الفلاحة موجود إذا حذفنا الفاعل تصبح زرع الحقل نجد بأن الفاعل قد حذف من الجملة الفاعل في الجملة الثانية غير معلوم لدينا ويسمى الفعل زرع عندما يكون الفعل هنا زرع لا يوجد الفاعل بجانبه أي الفاعل غير مذكور في الجملة يصبح هذا الفعل فعل مبني للمجهول إذن يسمى الفعل زرع فعل مبني للمجهول لأن فاعله غير موجود نستنتج أن الفعل إذا لم يذكر فاعله يسمى فعل مبني للمجهول لاحظ الآن نشر محمد خبرا نشر الخبر نلاحظ أنه انظر في الجملة الأولى نشر محمد خبرا من الذي نشر الخبر؟ محمد إذن الفعل الأول فعل مبني للمعلوم نشر الخبر في الجملة الثانية من الذي نشر هذا الخبر؟ انظر هنا نشر الخبر لا يوجد فاعل في الجملة التي لا يوجد فيها فاعل نسميه فعل مبني للمجهول لكن دعنا نلاحظ من الذي تغير على الكلمة في البداية هنا لدينا ناشارا ناشارا وكان بجانبها كلمة محمد لكن عندما حذف محمد ضم الحرف الأول كما هو هنا وكسر الحرف الذي قبل الأخير وهذا هو الفعل المبني للمجهول إذن عندما يكون لدينا فعل عندما يكون لدينا فعل ماضي ونريد أن نبنيه للمجهول يكون بضم الأول وكسر ما قبل الآخر ننظر للأمثل الآتي نصحا عندما يصبح مبني للمجهول نصحا أكرم أكرم استخدم استخدم أعلن أعلن الآن كيف يبنى الفعل المضارع من المعلوم للمجهول إذا كان ماضي نقول ضم الأول وكسر ما قبل الآخر إذا كان مضارع انظر المثال الآتي يعرف الإنسان التواصل لدينا هذا الفعل ولدينا هذا الفعل ولدينا المفعول به إذن هذا الفعل مبني للمعلوم عندما أردنا أن نحوله إلى مبني للمجهول يعرف التواصل إذن لدينا مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر إذن نقوم ضم الحرف الأول فتح ما قبل الآخر عندما كان ماضي ضم الأول كسر ما قبل الآخر عندما كان مضارع ضم الأول وفتح ما قبل الآخر نستنتج يبنى الفعل المضارع للمجهول بضم الأول وفتح ما قبل الآخر نأخذ هذه الأمثلة يستمع يستمع ينتقل ينتقل يصنع يصنع عندما أتي لك بجدول وأقول لك هذه أفعال مضارعة أريد أن تجعلها من المعلوم إلى المجهول تحذف كل الحركات تضم الأول وتفتح ما قبل الآخر إذا كان ماضي تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر الآن لاحظ معي في هذه الأمثلة لدينا يعرف الإنسان التواصل في هذه الجملة مثلا انظر هنا لدينا كلمة يعرف وهي فعل ولدينا كلمة الإنسان وهي فاعل ولدينا التواصل وهي مفعول به إذن عندما يكون مذكور الفاعل تكون التواصل مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة لكن عندما يحذف الفاعل تصبح كلمة التواصل غريبة بعض الشيء أصبحت عليها أضمة وجلست مكان الفاعل وجاءت بعد الفعل المبني للمجهول هذا التغير نسميه نائب الفاعل يعني الذي جلس مكان الفاعل عندما حدفنا حل محل الفاعل ماذا نعربه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم هذا إعراب لمن؟ للتواصل إذن عندما تكون لديك الجملة فعل وفاعل ومفعول به تعرب المفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة لكن إذا هذف الفاعل وأصبح الفعل مبني للمجهول يأتي المفعول به ويجلس مكان الفاعل ويذهب عن نفسه الفتحة ويضع مكانها ضمه ويقول أنا نائب الفاعل فنعربه نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم دعونا نأخذ مثال أخير هيا نحول هذه الجملة من المبنية للمعلوم إلى المبنية للمجهول ونغير ما يلزم ثم نعربها في البداية لدينا يحترم الناس الصادقة هو فعل مضارع إذن عندما أريد أن أبنيه للمجهول علي أن أضم الأول وأفتح ما قبل الآخر الصادق لاحظ هنا كانت مفعول به ثم أصبحت نائب فاعل عندما حذفنا الناس ماذا نعربها؟ نعرب يحترم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الناس فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الصادقة مفعول بمنصوب علامة نصبي الفتح لكن عندما حولناها وأصبحت مبنية للمجهول أي حذفنا الفاعل يحترم فعل مضارع مبني للمجهول هذا إعراب ثابت إذا كان ماضي تقول فعل ماضي مبني للمجهول مبني عن الفتح وإذا كان فعل مضارع تقول فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع علامة رفعه الضم لكن يجب أن تقول لي مبني للمجهول كيف تعرف أنه مبني للمجهول لا يوجد فاعل في الجملة يحترم الصادق من الذي يحترم الصادق لا نعرف قد حدف من الجملة أصبح الصادق مكان الناس فنعربه نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم وريد أن أقول لكم يا سابع وأعيد وأكرر إذا كان لدى أحدكم أي سؤال في أي شيء لا تترددوا في أن ترسلوني وتسألوني عنه أي أن كان أن أعيد شرح شيء ما أن أساعدك في حل تدريب معين كلمة معينة أي شيء تريده الآن الواجب حل السؤال الأول من تدريبات صفحة 61 والتقاط صورة للحل وإرسالها للإدارة في موعد أقصاه مساء الغد ودمتم بألف خير